مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية أحد الناجين من غارق السفينة المتجهة إلى السقطرة يروي تفاصيل ما حدث في البحر في عدن الغد تراجع كبير في نسبة عدد الوافيات بالحميات في عدن وهذه هي الأسباب أما في الأخبار المنوعة النمسا تحول المنزل الذي ولد فيه هتلر إلى قسم شرطة أحد ركاب السفينة التي كانت في طريقها إلى السقطرة قبل أن تختفي في البحر ويتم العثور عليها بعد عملية بحث واسعة تحدث إلى موقع المصدر أونلاين في تقرير نشر بعنوان أيام رهيبة عاشوها أحد الركاب التسعة عشر الذين نجوا من الغرق يروي تفاصيل رحلة اثني عشر يوما من التيه في البحر يقول مبارك علي صالح بن أحمد أحد ركاب السفينة للموقع انطلقت السفينة الساعة الثانية والنصف عصرا باتجاه السقطرة متوكلين على الله ولا ندري عن المكتوب بعد الرحلة وبينما بدأت الجزيرة تلوح في الأفق يقول مبارك بدأت تتلاطم بين الأمواج وزادت الرياح وامتلأت السفينة بمياه البحر وللأسف كان هناك خلل في الدينامو الذي لم يتمكن من دفع المياه إلى الخارج ويضيف أجرينا مكالمة هاتفية بالمحافظ بجهاز الثرية صبيحة يوم الاثنين وأبلغنا بتحرك خفر السواحل لكن المحاولات فاشلت ظلينا نخرج الماء من داخل العوازل بالدل ورمينا جزءا من الحمولة إلى البحر ولجأ كل واحد منا إلى أي وسيلة يحاول بها النجاة بنفسه في حال الغرق ودعوات الأمهات والآباء والناس الصغير والكبير بعدها ارتفعت السفينة وشكرنا الله وحمدناه يتابع مبارك قائلا ظلت الرياح والتيارات المائية تعصف بنا وتبعدنا عن سقطرة حتى وصلنا حدود مئة ميل من المهرة وعمان تقريبا ومن ثم إلى المحيط الهندي يفيد كانت الأمواج هي من تقود السفينة وفرص النجاة تتضاءل وليم يتبقى من الطعام سوى التمر والماء بعد عدة أيام صادفوا عبور سفر انتجارية وبارجات حاول الركاب التواصل معهم وأرسلوا إشارات الاستغاثة أشعلوا النار في خرق قماشية وإطار سيارة للفت أنظارهم لكن دون جدوى وفي اليوم العاشر يقول مبارك قرر الربان أن نزول وصيانة السفينة من الأسفل كانت المكينة بحالة جيدة لكن المشكلة في الجير ووجد الخلل في فلتر زيت لم يضخ تم التصفية وتحركن ساعات لأقرب بر وفي اليوم الثاني عشر يضيف رأينا ضوء الكهرباء من عمان لكن الربان رفض الاتجاه نحو عمان خشية حدوث مشاكل وتوجه نحو المهرة وعلى بعد ثلاثين ميلا من منطقة الفيدمي بالمهرة وهناك صادفنا رياحا وأمطارا الكاتبة اللبنانية مريم مشتاوي تكتب عن الطفلة اليمنية مونة زايد النازحة من تعز إلى عدن اشتهرت الطفلة بعد نشر فيديو لها وهي تروي قصتها داخل المخيم هل يسمعها العالم الأصم؟ تتساؤل الكاتبة في صحيفة القدس العربي وتضيف بالقول هناك أماكن مظلمة جدا وتشتد ظلمتها كلما ازداد ظلم البشر أماكن ينسى الناس فيها لا يذكرهم أحد أتساءل وبمرارة شديدة من منا فكر ولو للحظة عابرة كيف ينام أطفال المخيمات أطفال اليمن وهو يستلقي فوق سريره الناعم المريح هناك في رقعة منسية حيث تتكاثر الأحلام وتعتمد السعادة على أبسط الأمور تعيش الطفلة اليمنية مونة زايد طفلة اشتهرت بعد أن انتشر لها فيديو بثته قنوات عديدة وتناقله مؤخرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعرفنا على حياتها حياة لا نعرفها نحن المنشغلون بذواتنا عن أوجاع الآخرين إنها نازحة صغيرة من الوازعية في مدينة تعز تعيش مع عائلتها في مخيم الشعب بعدا أخذتنا في رحلة لتعرفنا على بيتها وقفت تلك الصغيرة قليلا وهي تنظر بفرح إلى مكان بائس وتقول بفخر هنا تخبز أمي وكأنها أرادت أن تقول هنا تعجن أمي بملح يديها أرغفة تشبع بها صغارها قد تكون أرغفة قليلا ناشفة لا شيء فيها ولكنها تتكاثر بفعل المحبة ربما ترسم تلك السيدة على الأرض ليلا شرائح لحم ودجاج وبعض الفواكه الطازجة وفي الصباح حين يتسلل ضوء الشمس تستيقظ تلك الأشياء المرسومة من نومها وتخرج من الورق لتخرج نحو الأطفال ثم أشارت منا إلى أختها وبنات خالها وهنا يلعبن بالمكعبات يجلسنا كلهن على الأرض في مكان كئيب ولكنهن أضأنه وزيّنه بضحكاتهن البريئة استحبتنا الصغيرة إلى غرفة نوم العائلة لتعرفنا على شقيقها سلطان والمكان الصغير الذي ينام كلهم فيه أسرة من حديد ثبتت أقدامها بالحجارة كان الطفل سلطان ينام كالملاك الصغير طفل يحمل اسما لا يشبه حياته ربما سمته أمه ذلك الاسم رغبة منها بالتحايل على القدر وخداعه ولكن أقدار الفقراء في هذا الكوكب متشابهة وتختزل كلها بكلمة واحدة الوجع خبر صار قادم من عدن فبعد أسابيع من زيادة عدد الوفيات حدث تراجع كبير وفقا لأطباء تحدثوا إلى موقع عدن الغد والذي عنوان مصادر طبية تراجع كبير في نسبة عدد الوفيات بالحمايات في عدن وهذه هي الأسباب وقالت مصادر طبية للصحيفة عدن الغد إن تراجعا كبيرا شهدته مدينة عدن في عدد الوفيات بسبب أمراض الحمايات وفقا للموقع فقد تم دفن جثمان خمسة أشخاص في مقبرة الرضوان بالممدارة بعد أن كان العدد يناهز الثلاثين كل يوم وقال القائمون على المقبرة إن من بين الخمسة هناك ثلاثنان توفي بأمراض عضوية أخرى وحوادث سيارات وفي البريقة قال القائمون على مستوصف الحياة إن المستشفى شهد تراجعا في عدد الحالات المرضية بالحمايات كما أكدت مستشفيات حكومية وخاصة تراجع العدد وعرجع عدد من الأطباء ذلك إلى تراجع عدد المصابين بأمراض المكرفس والملاريا بسبب الجهود الشعبية وتطوعية الكبيرة التي كافحت المياه الراكدة والقمامة الأمر الذي قلل عدد الوفيات جراء هذه الأمراض مع استمرار دعم أو استمرار تعهدات المانحين الدوليين وحشد الأموال لدعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة في اليمن تزداد التساؤلات عن مصير تلك الأموال التي غالبا ما نسمع ضجيجها على وسائل الإعلام لكن لا نجد لها أي أثر ملموس على الواقع وعلى حياة الناس يتساءل موقع المشاهدة أين تذهب أموال المانحين لدعم اليمن؟ يرى الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أن آلية صرف المنح وتعهدات المانحين الدوليين تتم عبر الأمم المتحدة بحكم أنها الهيئة التي تقوم بتنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية في إطار خطط وموازنات جاهزة ويوضح العوبلي للمشاهد أنه يتم أولا إقرار المبالغ وبعد ذلك يتم إقرار القطاعات التي سوف يتم صرف المبالغ فيها ومن ثم اعتماد المشاريع مشيرا إلى أن كل هذه الألية تجري بالاتفاق مع المانحين الدوليين وعشار العوبلي إلى أن هناك مشاريع في اليمن يجري إعادة توزيعها على منظمات محلية وهذه الطريقة تفتح أبوابا واسعة للفساد وتمنع وصول المساعدة إلى مستحقها ولفت الباحث العوبلي إلى عدم استفادة الاقتصاد اليمني من تعهدات المانحين بحكم أنه يتم الاحتفاظ بهذه الأموال خارج اليمن ويتم شراء كافة المساعدة الغذائية من الأسواق الخارجية بدلا أن يتم شراءها من التجار اليمني ويرى اقتصاديون أن هذه المساعدات والهبات الدولية لم تجد الكثير من النفع في أوقات السلم ولن تكون كذلك في ظل الحرب في حين تذهب أغلب تلك التعهدات كنفقة تشغيلية للمنظمات الدولية والمحلية وما يصل إلى المواطن لا يكاد يفي باحتياجاته المعيشية والغذائية جمع الحد الأدنى من المساعدة لليمن تحت هذا العنوان كتب إيف بودريون مقاله المنشور في صحيفة ليزاكيو الفرنسية وقد ترجم المقال لصالح بلقيس جمع مؤتمر المانحين الذي عقد تحت رعاية الرياض نصف المبلغ المأمول لمواجهة أسوأ كارثة إنسانية على هذا الكوكب لقد دمرت الحرب الأهلية اليمن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى كوفيد-19 في وقتنا الحالي بعد أن تعرضت اليمن لأسوأ أزمة إنسانية على هذا الكوكب ستستفيد من المساعدات التي كانت دون التوقعات بعد المؤتمر الافتراضي الذي تم تنظيمه تحت رعاية المملكة العربية السعودية قتلت الحرب عشرات الألاف معظمهم من المدنيين وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 24 مليون يمني أكثر من ثلثي السكان يعتمدون بشكل أو بآخر على المساعدات الإنسانية يشكل الحصول على مياه الشرب إشكالية وقد أودى وباء الكوليرا بحياة الألاف يضاف إلى هذا التحدي الهائل لسنوات أن وباء كوفيد-19 الذي يشتعل في اليمن مع فتك لا مثيل له في العالم بسبب النزاع لم تعد نصف مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد تعمل وحذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشغون الإنسانية يينس ليرك من أن وكالات الإغاثة العاملة في البلاد تتجه نحو فجوة مالية يمكن إغلاق أكثر من ثلاثين برنامجا أساسيا للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة بسبب نقص التمويل وفي بيان مشترك دق المسؤولون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر التحالف السعودي مثل الحوثيين متهم بارتكاب جرائم حرب استهداف مواقع مدنية استخدام المجاعة كسلاح في الحرب تعذيب، اغتصاب، تجنيد أطفال ولا يوجد حل سياسي في الأفق على خلفية التنافس الشرس بين الرياض وطهران ستكون إعادة إعمار البلاد أكثر صعوبة حيث لا توجد لديها موارد للتصدير وإنتاجية العمال منخفضة للغاية بسبب ويلات الاستهلاك العام للأعشاب ذات التأثير النفسي القاد نساء اليمن هن من أكثر الفئات هشاشة على الصعود كافة وهذا ما تحاول جهات عدة الحديث عنه في مناسبات مختلفة وتعنون صحيفة العربي الجديد مليون امرأة يمنية في سن الإنجاب بخطر قالت الصحيفة إن صندوق الأمم المتحدة للسكان حذر من أن مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب يواجهن الخطر في اليمن بسبب فقدان خدمات الصحة الإنجابية في حين أن الموت قد يكون وصير نحو 48 ألفا من اليمنيات بسبب مضاعفات الحمل والولادة وربط الصندوق الأمر بنقص في التمويل مباحا أنه أطلق مناشدات في بداية العام الجاري لجمع مئة مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي من أجل الاستجابة الإنسانية في اليمن لكنه لم يحصل حتى الآن إلا على 41% فقط من المبلغ اللازم مبادرة بسيطة من طبيب يمني تلقى صدا واسعا حيث اهتمت المواقع الإخبارية المحلية والدولية بما قام به الطبيب سام الحاج وعنون موقع روسيا اليوم طبيب يمني يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لطبيب يمني يقدمها لأهالي صنعاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهالي وخاصة مع تفشي وباء كورونا في البلاد وكتب الطبيب سام الحاج على ملصق تم وضعه في الزجاج الخلفي لنفذة سيارته أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية بحسب النشطاء يقضي الدكتور سام أغلب أوقات يومه في تقديم الاستشارات المجانية مستهدفا بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة حيث يقدم الاستشارة الطبية عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي العنصرية بوصفها نسقا ثقافيا تحت هذا العنوان كتب رامي أبو شهاب مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا يمكن القول بأن العنصرية قديمة قدم الإنسان عينه فهي تعود في بعض جذورها للثقافتين الإغريقية والرومانية ومع ذلك فإن الإنسان سوف يستمر في نضاله ضد العنصرية التي لم يسلم منها أي شعب حيث جكلت العنصرية ذريعة لنبذ الآخر وتحقيره بدواع العرق والنوع واللون والجنس والجنسية والطبقية والقبيلة وغير ذلك من أوهام التفوق يمكن القول بأن هذا يفسر أن معظم تلك الجماعات المهمشة تختلق صياغها وثقافتها ولغتها وفنونها وموسيقاها المميزة لكونها ترغب في أن تجد ذاتها في ظل هيمنة صيغة واحدة ولهذا فإن قيمة التنوع لا تعني تراتبية معينة إنما هي جمالية بحد ذاتها قامت العنصرية على منشأ مغلوط حيث لا يمكن أن تغذيها استجابة للمعاصفات البيولوجية إنما هي ظاهرة ثقافية ذلك أن مفاهيم العنصرية قامت في الأساس على وجود اختلافات بيولوجية وجسدية تكون مسؤولة عن توفير عوامل تتصل بتفوق أعراق على أعراق أخرى ومع ذلك فإن الانتماء لعرق ما ليس خيارا ولا يخضع لهو الإنسان ورغبته وبناء عليه فهو ليس ميزة فالكل سواسية في تكوينهم كون فعل الاختيار لم ينهض عن قيمة كاملة في هذا أو ذاك كشفت النمسا عن خطتها لتحييد المبنى الذي ولد فيه الدكتاتور الألماني النازي أدولوف هتلر عبر تحويله إلى مركز للشرطة وعنوان البي بي سي النمسا تحول المنزل الذي ولد فيه هتلر إلى مخفر للشرطة وفق الموقع فقد اشترت الحكومة المبنى بموجب أمر شراء إجباري في عام 2016 بعد نزاع طويل وعلن مسؤولون أنه سيتم تحويله إلى مركز للشرطة في 22 نوفمبر وستنفذ شركة هندسة معمارية نمساوية التغييرات المقررة لمنع تحول الموقع في بورنو على حدود مع ألمانيا إلى نقطة جذب للنازيين الجدد وكان النازيون الجدد قد بدأوا بالتوافد إلى هذا الموقع فقررت السلطات ضمان منع تحوله إلى نقطة جذب لأنصاره في المستقبل وتحويله إلى قسم الشرطة وقال وزير الداخلية النمساوي كارني هامير للمراسلين إن فصلا جديدا سوف يفتح لمستقبل المنزل الذي أولد فيه ديكتاتور سفاح قال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجزين إن الفكرة الأمريكية لقصف المريخ بحجة تحسين البيئة وجعلها مناسبة للبشر هي حيلة لإطلاق أسلحة نووية في الفضاء وعنونت صحيفة القدس العربي موسكو الخطة الأمريكية لقصف المريخ هي حيلة لتخزين أسلحة نووية في الفضاء ووفقا للصحيفة فقد تبنى هذه الفكرة إيلون ميسك مؤسس سبيس إكس الذي كان مهتما منذ عام 2015 بضرب كوكب المريخ بسلاح نووي ووفقا لنظريته فإن الحرارة المتولدة من القنابل يمكن أن تسبب في ذنوبان القمم الجليدية القطبية للكوكب وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ما يؤدي إلى تأثير سريع للاحتباس الحراري الذي يرفع درجة حرارة الكوكب وضغط الهوى إلى درجة دعم حياة الإنسان وأكد المسؤول الروسي أن خطة ماسك هي في الواقع محاولة للتستر على إرسال قنابل نووية إلى الفضاء وغطاء لإطلاق أسلحة نووية وعصف روجزين الفكرة بأنها غير إنسانية وقال إنها تدمر الكوكب وأضاف نرى مثل هذه المحاولات ونعتبرها غير مقبولة وسنعيق ذلك إلى أقصى حد ممكن فاللوائح الدولية تحضر أي نشر للأسلحة في الفضاء الأحداث كما روتها عدسات مصوري صحيفة الجاردين والتي وثقت أحداثا مختلفة من أنحاء العالم اشتركوا في القناة عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء